عبر السكايب مباشرة من القامشلي ينضم لنا العميد حسام العواك عضو الهيئة السياسية لمجلس قوة سوريا ديمقراطية سيدة العميد مساء الخير أهلا بك معنا الأنباء إذن تتحدث بأن داعش يحتل 15 كم فقط من الرقة هل هذه المساحة دقيقة وأيضا أين تتمركز هذه المساحة بالتحديد من حيث المناطق أولا تحية لك والمشاهدين طبعا هي قريبة من الدقة ولكن يعني الآن المساحة تضيق شيئا فشيئا نتقدم في عمق مدينة الرقة وندخل الأحياء طبعا هناك انهيار كامل لتنظيم داعش وكذلك للدفاعات وقام اليوم طيران التحالف بقصف عدد من المناطق الستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بدوار البانوراما وكذلك دخلت قواتنا في مناطق جديدة مثل مساكل الادخار كما هناك في الأحياء الغربية الشمالية من الرقة وحدثت اجتباكات في حي النغضة كما أحيي القوات الأمنية الخاصة التي استطاعت أن تخرج عدد كبير من العائلات التي كانت محاصرة بالقرب من محيط مدرسة طارق وهو أحد الأحياء الجنوبية التي تابعة لنزلة الشحادة طيب المعركة حاليا ما الذي تتطلبه على الأرض بالنظر إلى هذا التقدم المحرص وأيضا بالنظر إلى وجود المدنيين يعني الآن المساحة تضييق جدا على داعش نحن أهم شيء عنا الآن هي حماية المدنيين قام قوات التحالف بتصوير للعملية بشكل كامل كيف تم إطلاق المدنيين والحفاظ على سلامتهم الآن داعش منهارة تماما وهناك عدد كبير من عناصر داعش إما أن قتل أو سلم نفسه لقوات سوريا الديمقراطية والآن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق معهم مباشرة ويدلون بأماكن الأنفاق وكذلك التحصينات التي يوجد فيها ألغام أرضية وذلك ليتم تنظيفها وتطهيرها ومن ثم الدخول إلى كامل مدينة الرقة بالقريب العاجل فيما يخص مقاتلي داعش وأيضا قادة داعش تمعنا بأن عدد كبير من القادة فروا من الرقة مع الخسائر التي تكبدوها على الأرض المعلومات لديكم عن ذلك بالتحديد عن موضوع القادة وفرارهم وتركهم المقاتلين خلفهم طبعا الفرار لا يوجد هم يفرون إلى المناطق الداخلية يعني يلتجوا من الأنفاق فقط نقوم باعتقالهم هناك أمراء صحيح توانسة وكذلك أثنين سعوديين ومن جنسيات أخرى يتم الإلقاء القبض عليهم أو يتم قتلهم إذا كان هناك مقاومة أو جيوب يعني يتحصنون بها طيب المعركة ككل سيادة العميد يعني هل بهذه المساحة التي وصلتم إليها قريبة من الانتهاء قريبة من هزيمة داعش ونهايته في الرقة نحن نحن قريبون من ذلك نعم نعم نحن قريبون وقريبون جدا يعني الآن نسيطر بشكل كامل على مدينة الرقة استراتيجيا طبعا تعتبر مدينة الرقة محررة طيران طبعا طيران التحالف يقوم بتوجيه ضربات مركزة اثنين لم يعد يستطيع داعش إطلاق الطائرات المسيرة من غير طيار لم يعد يستطع كذلك القيام بعمليات القنص لأن أصبحنا نسيطر على كل المناطق المرتفعة والأبنية المرتفعة ونقوم بقتلهم أو ندعوهم لتسليم أنفسهم أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا العميد حسام العواك عضو الهيئة السياسية لمجلس قوات سوريا الديمقراطية كنت معنا عبر السكايب من القامشلي ترجمة نانسي قنقر